السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة صفاء ديليس نتمنى تكونوا بخير ولا خير يا رب اليوم إن شاء الله غادي نقدم معاكم أكلات سهلة سريعة كجلديدة بزف يمكنكم تقدموها للعاشة أو لحثة الغداء غادي نقدم معاكم لسان طير بدجاج بطريقة بسيطة كجلديدة بزف نتمنى أنكم تجربوها أكيد غادي تعجبكم فعلا كنتم تزروا القناة لأول مرة بس بخلوش عليها بالاشتراك تفعلوا زي الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد وندوز معاكم مباشرة للمقادر وتريقة تحضر فبالنسبة للمقادر أو لمكونات هاد الوصفة غادي نحتاجوا للدجاج أنا هنا يعني ما استعملتش كيمية كبيرة ديال الدجاج لأنني حضرتها للعاشة وفي حال هاد الأكلات يعني كنتستعملوا اللي بغينا يمكن لكم استعملوا قطاع اللحم أيضا كيف ما يمكن لكم يعني ما تستعملوش الدجاج أولا اللحم تحضروها غير هكذاك لكن بالدجاج أنا كنفضلها كتعطيت طعم يعني خاص أنا استعملت دجاج بلدي يمكن لكم تستعملوا دجاج هكذا رومي والكيمية كتبقى على حسب الرغبة عندي بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة عندي جوش حبات من تماثم كبيرة اللي حكيتها في حكاكة الغليدة إلا كانت عندكم تماثم صغيرة سعملو ثلاثة القليل من القزبر والمعدنوس اللي مقطع جوش فصوص من التوم حكوكين ملعقة كبيرة من مركز تماثم فأنا كان عندي في المجمد بالنسبة للتوابل غدي نحتاجوا لقليل من الإبزار الملحي على حسب الرغبة ملعقة صغيرة من القزبر ملعقة صغيرة من الفلفل أحمر أو تحميرا ملعقة صغيرة من خرقوب ملعقة صغيرة من زنجبيل أو لسكينجبيل وعندي هنا نسمي العقة صغيرة من فلفل حار أو للسودانية اللي كتفقى على حسب الرغبة غدي نحتاج زيت زيتون وزيت ناباتية غدي نخلط مبيناتهم وغدي نحتاجوا أكيد السنتر لكيكون هذا والشكل ديالها فهي عبارة على نوع من المعجنات كنسميه السنتر بالنسبة للناس اللي ما توفراتها عندهم يمكنهم السمن الشعرية أو للروز أيضا كنحضروا بنفس هالطريقة فاندوزوا على بركة الله لطريقة التحضير خديت تنجرة صغيرة وضعت فيها الدجاج غدي نضيف الكيميات على البصل اللي عندي فإلى استعملتوا قطع اللحم يمكنكم استعملوهم بنفس هالطريقة لكن كيف ذكرت معكم أنا كنفضلها بالدجاج كجلدي ضفت التوم غدي نضيف التوابل اللي عندي غدي نضيف القليل من القزبر والمعدنوس اللي قطعته غدي نضيف القليل فقط والكيمية الأخرى غدي نحصف بيها للأخير بالنسبة للطماطم فما كان نوضعوهاش في الأول غدي نضيف القليل من زيت نباتية تقريبا ملعقة كبيرة غدي نضيف أيضا زيت الزيتون فأنا غدي نخلط بيناتهم يمكنكم استعملو زيت نباتية كاملة أو لزيت الزيتون فقط غدي نضيف تقريبا ملعقة كبيرة أيضا من زيت الزيتون فمن بعد غدي نوضعها يعني هالدجاج فوق النار ففي الأول كنخلي وهالدجاج كيتقلى لنا على نار كنضيف في الأول قليل من الماء فقط غدي نخليه كيتقلى على هاد الشكل يعني وكبقا كنقل بهدوك القطع على جميع الجوانب تاكي ياخد لنا هاد اللون دهبي على هاد الشكل فهنا من بعد ما تقلل لنا هادك الدجاج غدي نضيف ماء ساخن يعني القليل فقط القياس فين غاي طيب لي هادك الدجاج ومن الأحسن نضيفه ماء ساخن ما نضيفوش الماء بارد فغدي نضيف يعني على هاد الشكل من بعد فغدي نصد على هاد تنجرة صدقت وغدي نخلي هادك الدجاج كي طيب فهنا على حسب بنوعية الدجاج اللي استعملته كيف سبق لي وذكرت معكم أنا استعملت يعني دجاج بلدي كي يحتاج وقت أكتر يعني باش كي طيب إلا استعملته يعني دجاج العادي فهو ضغية كي طيب ودائما الدجاج يعني كنقلبوه على الجيه هادلي كتحتاج طياب أكثر بحل قطع ديال السدر من بعد فمن بعد ما غدي نصد عليه مره مره كمقا وكنحلو على هادك تنجرة صدقت باش كنشوفو يعني واشتابو للا وكنشوفو يعني القياس ديال الماء إلى انشفه كنضيفو يعني وكنخليوش حتى كينشف لينا بزاف باش ما كيتحرقش فأنا هنا غدي نصد عليه ونخليه طيب ومن بعد غدي نتلقى معاكم باش نوريكم الشكل ديالو من بعد ما تابلينا الدجاج فكيكون هذا وشكل ديالو فكيف كتلاحضو معايا أنا يعني كنخلي كيتحمر غير هكذا في تنجرة صدقت من بعد ما كنتأكدو باللي تابلينا غدي ننزولو غدي ننوضعو هكذا في طابق ونحتفظ به جانبا فأنا هنا معني ما غديش نوضعو في الفرن كيتحمر لأنه أصلا تحمر ليه وما بغيتوش باش نشوفو يقصاح ليه كتر فانتوما يلسا عملتوا الدجاج وبقى يعني لو ندالو أبيض بغيتو تتحمروش بيه في الفرن يمكنكم الدهنو بالقليل من الزبدة ودخلو الفرن كيتحمر هنا ضفت يعني تماطم اللي حكيت وغدي نضيف منعقة كبيرة ديال مركز تماطم غدي نضيف الكيمياء ديالقزبرو المعدنوس اللي حسافت بها وغدي نرجع حتى نجرة صدقت على نار يعني حتى كتتقلى ليه هديك تماطم مع هدك المرق اللي بقى ليه كيف كتلاحضو يعني هدك المرق كيكون كيمياء ديالو قليلة يعني غدي نخليه شبية كيتقلى على نار فكيكون هدا وشك ديال المرق اللي حصلنا عليه من بعد ما خليناها يعني تقلات على نار بضع دقائق من بعد غدي نجيب ماء ساخن يعني ماء غليان وغدي نضيفو على هدك المرق يعني القياس فين الطيب ليه هديك السنتر من بعد غدي نضيفو الكيمياء اللي بغينا ديال السنتر هنا الكيمياء يعني كتقى على حسب الرغبة انا اضفت 500 جرام او لا نصف كيلو يمكن لكم تضيفو اقل على حسب عدد الافراد من بعد يعني غدي نخلطها بهذا الشكل وغدي نوضعها على نار غدي نصدها التنجرة الضغط وغدي نخليها على نار مهيلة ما كان جاهدوش عليها غدي نخليها تقريبا 10 دقائق ومن بعد غدي نعود نحل عليها من بعد مداز تقريبا 15 دقائق كيكون هدوش شكل ديال السنتر هنا كتكون يعني طابت ليه نصف طيبة غدي نضيف كيمياء اخرى ديال الماء يعني باش كتزيد طيب ليه وهنا فكن ضوقو يعني الملح باش كنضيفو كيمياء اخرى من الملح باش كتطيب لينا من الاول بنينا ففي الاخير غدي نضيف هدو قطع ديال الدجاج اللي احتفت بهم غدي نضيفهم هنا يعني باش كيزيدوا كيسخنوا لينا وكتعطينا هدوك البنة ديال الدجاج فإلا كنتوا غدي تحمروهم في الفرن يعني ما كتديروش هدو المرحلة كتحمروهم ومن بعد كتقدموهم يعني مباشرة فكنصد لها حتى نجرس الضغط مرة اخرى كنقليها تقريبا 5 دقائق من بعد كنحلليها وكنشوف هدو السنتر يعني واش طاب ليه إلا كان يعني مازال ما طعب بغيتوا تزيدوا الطيبوه ممكن لكم تضيفوا الماء ساخن إلا كانت كمية الماء يعني قلالت ليكو وكتخليوها كطيب مثلا 5 دقائق أخرى من بعد ما كتطيب فكنقدموها على هات الشكل أكيد أنا نضوقوا الملح قبل إلا كان نقص من الملح كنزيدوا الملح باش كطيب لنا بنينا كيكون هذا هو الشكل ديالها قدمتها قدمت يعني القطع ديال الدجاج من فوق كيجي المضاق ديالها الديد وطريقة ديالها السهلة ما كتحتاش وقت طويل يعني وممكننا نقدموها لعشاء أو لحتى الغداء فأنا كنفضل أنني نخلي فيها واحد الكيمية ديال المرق يعني ما نشفوها الشمامان هكذا كتجي ألد أكتر وهادي كتكون هي الأكلة اللي قدمت معكم اليوم بطريقة بسيطة سريعة تحضير كنتمنى أنا وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها إلا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تديرو لي يا جيمت بغتاش جيوا الفيديو مع أصدقائكم وإلا كنتوا كتزروا القناة الأول مرة مرحبا بكم ما تبخلوش علي بالاشتراك تفعلوا زيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وتزيدوا تشجعوني وما بقى ليا غير نقول لكم تلاقاوا في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله خليتكم إلى خير